اشتركوا في القناة تتدافع المدافع نحو المحصول البشري والعمراني لتراكم ما امكن من خسائر يتم عرضها للتفاوض هي حال الجبهات التي تقف على الجبهة لتعبيد الطريق الناري امام الصفقات والتسويات قبل الوصول لوقف اطلاق النار والمنطقة اليوم على تأهبها والجميع يترقب ما سيخرج من الانفاق فمن احداها تحت ارض غزة سيسوى موقف حماس تلك الحركة التي اراد عدوها سحقها واذ به ينتظر جوابها والجواب ايضا منتظر من مجلس الحرب الاسرائيلي والكابينات مع التأكيد ان بن يمين نتانياهو اصبح جاهزا للصفقة وتخطي اشرس معارضيه اما لبنان الموصول نيرانه على شبكة غزة فتشهد جبهته الجنوبية على تصعيد اكثر من لافت حيث قفز حزب الله امتارا اضافية ما وراء قواعد الاشتباك فيما تستهدف اسرائيل العمق المدني ولا تبعات في كل ذلك على الرئاسة التي ترتفع الى قمة بايدن مكرون في فرنسا فيما التبعات في امور النازحين اكثر من ان تعد وتحصى ضيوفنا في هذه الحلقة يناقشون هذه العنوين وغيرها نستضيف في هذه الحلقة في محور وزير العدل هاري خوري الذي سنناقش معه ملف النازحين ملف خطة الحكومة مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسال اضافة الى جولات الوزير هاري خوري في الخارج وترحوا ايضا لملف النازحين ايضا سأستضيف السفير المصري في لبنان علاء موسى وحول موضوع زيارة لودريان وختام زيارته بعشاء مع سفراء الخماسية ماذا عن الملف الرئاسي والتحرك المقبل وسيكون هناك مشاركة ايضا من الصحفية رندة قيدين مباشرة من باريس اما المحطة الاولى كما العادة اولا مع جان عزيز وحسين ايوب مساء الخير استاذ جان اهلا وسهلا فيك مساء النور مساء الخير استاذ حسين مساء الخير اهلا وسهلا فيكن الاسبوع الماضي كانت حلقة خاصة مع الوزير اسلامان الفرنجية غبنا عن فقرة اولا اليوم بدنا نتطرق للعنوين الساخنة يلي هي اه يمكن عنوانين فيها نعتبر الملف الرئاسي رئاسيات والملف الجنوبي الغزاوي والحرب الدائرة في غزة وعلى الجبهة الجنوبية بداية استاذ حسين بدأ ابدا من الملف اللبناني زيارة لودريان موضوع الخماسية قمة باريس المنتظرة ماذا حول كل هذه الاستحقاقات والعنوين اللبنانية اوكي لنبدأ من قمة باريس قمة باريس مناسبتها اول شي هو عامل زيارة احتفالية لمناسبة الذكرة 80 لانزال النورموندي بيخلص الاحتفالية بيعمل الرئيس بايدن زيارة دولة على باريس زيارة الدولة اللي على باريس صار في تشاور امريكي فرنسي حول اين يكون موقع لبنان على جدوى الاعمال هذه القمة هذا الموطى تحديدا هو الذي فرض تقريب موعد زيارة لودريان من من نصف الثاني من حزيران يعني تحديدا بعد ستة حزيران الى مقابل ستة حزيران لاجل ان يكون جزءا من الاعداد الى هذه القمة هلأ كما الفرنسيين فاصلين بين الملف السياسي والملف الامني اللي له علاء بالالتو سبعمية واحد كان في فريق امن فرنسي عم يشتغل على هذا الموضوع بالتواصل تحديدا يعني مع الجيش اللبناني ومحزب الله بهذه النقطة تحديدا وكان لودريان عم يتولى بموضوع الرئاسي والملف السياسي اللبناني ايضا الامريكيين كان فيه كمان جهازين عم يشتغلوه هوكستين اللي له علاقة بموضوع الحدود والفريق الخارجي الفرنسي اللي عم يتابع الملف السياسي وجزء اساسي منه الموضوع الرئاسي كان بالحصيلة التشاور اللي عم بصير كان واضح انه الامريكان ما كانوا متحمسين لملف لبنان ان يكون جزءا من القمة الفرنسيين بدهم لبنان على الطاولة الامريكي يعنيه فقط لغير بالملف اللبناني موضوع 1701 والجنوب الفرنسي يسعى الى ان يكون حتى موضوع رئاسي جمهورية واكتمال المؤسسات والاصلاحات الاقتصادية من ضمن القمة من ضمن القمة هيدا بيبين عمليا يوم الخميس بستة الشهر بعد زيارة الدولة والبيان اللي راح يطلع عن اثنان بيبين شو المناخ هلأ في ناس عم تحكي تقارنها باللحظة الستين تبعا نورموندي بالالفان واربعة بعتقد المناخ مختلف يعني الامريكي كان واصل على المنطقة احتل العراق كان في شيراك كان في جورجو دابليو بوش بامريكا مناخ المنطقة كان غير كليا كان في سوريا كان في رفيق الحريري كان في كتير عناصر لم تعود موجودة اليوم وبالتالي انا بعتقد اليوم المناخ مش هو ذاتوي يعني انه بتطلع خمسة عشرة وخمسين علما انه هلأ منحكي بسياء الموضوع الفكرة اللي طرحت حول موضوع الضغوط هذه النقطة الاولى حول موضوع القمة الجزء الثاني اللي هو العلاقة بزيارة لودريون كونه هو اجا بهذا السياء التحضيري للقمة هلأ لودريون ما في شي يعني سمعه ببيروت ما كان عارفه ولذلك يعني القول انه فشلت او ما فشلت انا بعتقد ما بيوصل لمحل هذا النياش لانه موقف الرئيس بري كان معروف موقف حزب الله يعني كانوا يعني ما كان متوقع لودريون غير يلي سمعه ما كان متوقع غير بتيجي هلأ هو وقت اللي عمل اجتماع مع الخمسية السفرة الخمسية بقصر سنوبر حاول يلخص ما سميها اذا بدك الاشياء الجديدة حول الزيارة وبلش من عند نقطة الفصل بين ملف غزة والجنوب والملف الرئاسي واعتبر انه بهذا الموضوع هو عام الانجاز علما انه حزب الله قبل زيارة لودريون وبعد زيارة لودريون وعلى لسان اكتر من حدا ولا سيما الامين عام لحزب الله ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة دائما بيراددوا هذه الجملة وعندما التقى لودريون برئيس كتلة الوفاء سألوا ثلاث مرات هل انتم تفصلون هذه القضية عن هذه القضية كان جوابه واضح جدا انه نحن لا نربط بين الامرين اطلاقا والرئيس بري طبعا هذا موقفه قبل ما ييجي لودريون حول موضوع الفصل بين هذين الملفين هيدا ما اعتبرين حالا انه عاملين انجاز انه نسمعوها مجددا وقال لهم للخماسية انا اصدق هذا الرجل عندما كان عم يحكي عن مداخلة النائب محمد ادراد قدامه لودريون هذا فصل نظري ولكنه فصل غير حقيقي بمعنى انه الوقائع لا تقول ذلك غير قابل للتطبيق يعني هالفصل الفصل نظري ليش جورج نظري لانه حتى هوكستين نفسه الامريكاني مش انا عم بحكي مش انا عم بحكي ان انا رأيه شخصي ولا انه شو قال حزب الله هوكستين نفسه وقته سؤل على الموضوع قال نحن رايحين على تحديد الحدود نحن منقول اللبنانيين انه مش ما في ترسيم حدود ولكن اذا انت ذهبت نحو تعديل الحدود بكرة بعدد من النقاط تحديدا النقاط الستة المتنازلة عليها يلي انت عم تحكي ممكن احيانا نسيت في تبادل للاراضي انت مصحتك كلبنان بمحلات تاخد اراضي مقابل اراضي معينة مفايت انت فيها لجوة مثل نموذج عبايسي ومسكاف عام وبمحلات تانية كمان ممكن اسرائيلي يعمل تنازل معاكس هذا يقتضي عمليا تعديل الحدود هذا الامر يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية هذه نقطة نقطة تانية عندما كان عم يحكي البعض عن الضغوط ربطا بقمة باريس هاي النقطة اللي كنت عم قللك ياها كان بشكل واضح كنا عم نقول للمرة الماضية ونرجع عم نقول لأ الاماركي اولويته موضوع الحدود والالف وسبعمائة وجنوب وبتالي هذا ملف عند الثنائي لانه اللي كانوا عم يدعو الحكي عن موضوع الضغوط على اللي عم بيعرق له انتخاب كان الحكي موجهة بشكل اساسي الى الثنائي انه هنه هاو دي متماسكين باسلامان فرنجي فلذلك لنذهب الى موضوع الضغوط كان الجواب الاماركي انه مش وقته هلأ ما بدي انا قيد حالي ولا عرق الحالي اصلا عم بيعملوا مراجعة بموضوع العقوبات اللي فردت على بعض الشخصيات اللي صارت عم بتعطلهم كمان امكانية حركتهم مش رح يزيدوا عقوبات فما رح يزيدوا بهذا النقطة النقطة ثانية هي موضوع التشاور هلأ ليدريون في نقطة يعني سلبية بمعنى انه ما كان واضح بكل المحلات نفس الوضوح يعني عند الرئيس بري قاله انه نحن منوثق فيك وباللي عم تعمله وما جاب سيرة المرشحة التالت ولكن جرب انه ينتزع منه موضوع التشاور تشاور يعني كان الرئيس بري بهذا المحل قاله انا ما يعني بهذا الموضوع ما عندي مشكلة حوار او تشاور هنه معتبرين انه التراجع انه موضوع التشاور بدل الحوار معتبرينه انجاز هاي دي نقطة تانية نقطة حتى عندما يعني بالنقاش مع حزب الله كان واضح حزب الله بالحكي معه كمان مع رئيس قتل التوفاء عندما يدعو الرئيس بري الى حوار ويترقسه نحن نشارك في هذا الحوار وقال له بشكل واضح انه نحن تجربة 11 جلسة وهلأ نعمل جلسة واثنين واثلاثة ونرجع عن عيد 11 ما رح يوصل الى النتيجة لابد من تفهم قال له هل يعني ذلك انه انتوا بعدكم بطلتم تمسكين بترشيح اسلامين فرنجية قال له لا بالعكس نحن اكثر من اي وقت مضى متمسكون بترشيح اسلامين فرنجية لانه الوقاعة اللي عم تصير على ارض غزة بتقلنا انه انت اذا بتكتراهن على مجتمع دولي يحميك وبتكتراهن على يعني على وقاعة معينة حتى بالاقليم تحميك ما زابطة ما زابطة وبالتالي عمليا انا اكثر من من اي وقت مضى بحاجة الى ضمانات بحاجة الى من يحمي ظهري وبالتالي نحن ومتمسكون اكثر هذا الكلام بهالوضوح بهذا الوضوح سمعه لودريان سمعه لودريان من الحاج محمد رعد نقطة تالتي هي اللي كان عم بيقولها بشكل واضح انه طيب انه اذا هلأ الحوار مش جاهز واذا بكرة رحنا على الحوار وبنا نعرف هدف الحوار وضمانة ان ينجح الحوار اذا ما بنا نفوت بهاي الالية كليتها لنفرد اقله بضوء الالتزامات اللي قال الرئيس بري شو البديل لهذا الموضوع كان وجهة نظر لودريان فلنذهب الى صياغ معينة اكثر مرونة الصياغ الاكثر مرونة طرحه هو جزء منه على الرئيس ميقاتي سألوا للرئيس ميقاتي هل انت جاهز ان تلعب هذا الدور طبعا الرئيس ميقاتي قال له انا صح عندي علاقة ايجابية مع كل اطراف ومع الثناء تحديدا ومعه 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 ولكن لست انا المؤهل لهذا الدور روحه لعند الرئيس بري هو الذي يقوم بهذا الدور من هذه الزاوية راح حكي مع زعيم الدرزي ولي جملاط وطرحه عليه فكرة استنادا للمبادرة الموجودة عندهم يعني اللي طرحه على الرئيس ميقاتي طرحه على ولي جملاط ستترجم من خلال تيمور جملاط واللقاء الديموقع من خلال اللي عم بيعملوا تيمور وايضا غازي العريضي اللي برضي يزور بكرة باعتقد اول زيارة بدا تكون عند حزب الله بهذا السياح انا بعتقد انه يعني الحزب الاشتراكي ووليد جملاط ازكى من انه يزحطوا باشرة الموز الفرنسية لانه بيعرفوا انه اللي ما قدرت تعملوا يعني فرنسا ولا قدرت تعملوا الخمسية هني مش قادرين يعملوا طبوا فأزا بس بلشوا فيها بيعملوها انا رأيي بيعملوها بيشوفو بيعملوهم كليتون وبيقولوا انه اخر شي ننصح انه هذا الملف يكون عند الرئيس بري هو اللي بيدير الحوار وليس هناك احد غيره قادر على ادارة هذا يعني مجرد وقت اضافة مجرد وقت اضافة انا ما اعتقد انه احنا هلأ بمرحلة انه هلأ حدا يقدر يعمل انجازات اكتر من هيدا النقطة النقطة الاخيرة اذا بدك حتى ما نطول هني كمان بالتقييم اللي عملوا هني عم بقولوا المكسب الرابع اللي قدروا حققوا الفرنسيين انهم انتزعوا من الرئيس بري انه في حال صار في دعوة الى جلسة بدورات مفتوحة انه ضمانة حضور نواب حركة امل في هذه الجلسة بمعزل عن موقف الثناء اثنين ثم مع بعضون انا باعتقد هذا الموضوع يقتضي التدقيق ونشوف بالمرحلة ليس دقيقا يعني بده التدقيق استيس جون موضوع الرئاسة الخمسية لودريان بدي انطلق من عنوان مقالك بالامس في اساس ميديا بتقول بين تموز وتشرين خارطة خلاص او زوال هلأد يعني حاسم هالامر يعني هل نحن امام اشهر حاسمة وهل كلام لودريان اللي نقل عنه انه يزول لبنان السياسة ولكن يبقى لبنان الجغرافي هل يصب بهذا المعنى مقالك لك خليني تكملة للي نقال حط لودريان بالسياء شو كان عم بيفكر لودريان ما عنده اوهام زلمي عنده خمسين سنة بالعمل السياسي بكل المواقع وزير خارجي ووزير دفاع وبالتالي ما انه مغشوش باي معطا اللي دريان كان عارف انه المسألة تبدأ من غزة فالجنوب فالرياسي انما كان عنده معطيات سمحت له برسم خارطة الطريق واضحة تبدأ من نقاط محددة اول نقطة كان معتقد انه الوضع المحيط بغزة سيصل بلحظة وشيكة الى شيء من وقف للنار يمكن مش نسوي يمكن مش شدني انما في وقف للنار وكان مستمد بها النقطة الاولى الى مجموعة معطيات محكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية اخفاقات الميدان بالنسبة لناتنياهو الحملة العالمية اجواء الشارع الدولي كل هذه المعطيات كان معتبر انه رح توصل للحظة في وقف نار النقطة التانية كان سامع من امس باجتماعه معه بواشنطن انه لحظة اللي بتسمع في وقف اطلاق نار انا بس فترة الطيارة الخاصة من واشنطن لبيروت بكون ببيروت وسامع من امس وهذا اللي يكرره امس بالاسبوعين الماضيين انه الاتفاق الحدودي بين لبنان واسرائيل منجز حكي عن ثلاث مراحل من يومين ثلاثة مش من هيك من هيدي كان سامع اكتر من هيك وهيدي النقطة اللي شكلت اذا بدك المحرك الاساسي لخطوة اللودريان غير ضرورة رفع تقرير لقمة النورماندي كان سامع من امس انه الاتفاق الحدودي المنجز سيعطي حزب الله في الترتيبات الامنية ضمانات لدوره ووجوده وهذه الترتيبات فكر اللودريان قد تكون كافية لعدم اضافة ضمانات اخرى على مستوى رئيسة الجمهورية بمعنى حزب الله صلو سنتين عم بقول بدي رئيس ما يطعن المقاومة بظهر ويحمي ظهر المقاومة سمع من امس كلام يوحي بانه الاتفاق الحدودي بما يتضمن من ترتيبات يحمي ظهر المقاومة يحمي ظهر المقاومة وبالتالي فكر اللودريان انه هذا الامر ممكن ان يؤدي الى فتح صغرة بالموضوع الرئيسي اجل هون بهذا التصور وبهذا السياق واعتبر انه اذا وقف النار واصل امس واصل الاتفاق سوف يعلن سيكون هناك فرصة زمنية ونافذة زمنية ضيقة جدا لاي لانه متما قلنا بالاسبوعين الماضين بمنتصف ايه بتبدأ واشنطن في غيبوبتها الانتخابية وما بتعود تردع حدا ام شو اكتشف قالك خليني لاحق اللون انه انتبهوا في وقف نار واصل بين وقف النار والغيبوب الامريكية عندكم اسابيع قليلة اذا تنصوا رئيس بهذه الفترة وبهذه الفرصة بتخلصوا حالكم اذا لا ما حدا رح يحكي معكم اكيد اجا واكتشف انه ما حدا من اللبنانيين مهيئ لهذا الامر اكتشف انه اللبنانيين بعدهم بالاجواء السابقة لذلك لودريان خلى نقطة واحدة هلأ اذا بدك بتفكيره تركها للنورماندي اللي هي شو نقطة التجاوب او خلينا نقول الايجابيات المتقدمة على الخط الامريكي الايراني اللي دريان سمع وعرفه كل اكيد سمعه وعرفه انه صار على الاقل نقطتين متبادلاتين واشنطن بعت اعاز لكل الدول الحليفة بوكالة الطاقة الدولية الزرية تقول لهم خففوا عن طهران ما تزيدوا بتقريركم المقبل لغة ولهجة التشدد بالمؤابة الايرانية ماذا حصل رجع شمخاني على الملف النووي شمخاني هو الذي قام باتفاقين بعشرة اذار الاسبخ وهو الذي اقصي واستبعد بايران مش بس على خلفية الجاسوس الذي قيل انه قريبا منه على خلفية التسريبات التي قيلت انه شمخاني يومتها قالوا للسعوديين روحوا على اتفاق فاكين مع علم كوني المسبق بانه لن ينفذ الان لكنكم تكونوا قد علقتم على الخط الايراني بانتظار التنفيذ بعد غياب خامنئي وتهم شمخاني بانه عم يشتغل على الخط الامريكي فاليوم بالوقت ياللي واشنطن بيان عم تتساهل مع ايران نوويا ايران بادلت بعودة شمخاني مراهن الودريان على بقاء هذه الفرصة بقمة النورماندي لتحقيق شيئا ما غير ذلك ما بيكون في اي امكانية هلأ ليش انا قلت انه بعد في فرصة بتشرين لانه في تجربة انتخاب الرئيس مشل عون 31 تشرين الاول قبل 8 ايام فقط من وصول ترامب الى رئاسة الجمهورية يومتها اكيد كان في كل البنية الداخلية والاجماع اللبناني ونسج الاتفاقات من معراب الى سعد الحريري مع اكيده السنائي او لا بحزب الله من دون السنائي اليوم كمان لين يومتها ايران قالت انه ايران عم بعطي باراك اوباما افضل ما اعمل شي مفاجأة فيما بعد اليوم في امكانية انه بتشرين اواخر ايام تشرين يفكر الايراني طب انه انا اذا وصل لترامب ولا نحكي عن هذا الموضوع بالجانب الاقليمي ممكن انه كل شي يتخربط ممكن بهذه الفرصة الزمنية باخر تشرين يصير فيه سلسلة من الخطوات التبادلية الامريكية الايرانية تفتح فرصة تانية لرئاسة الجمهورية اذا لا هاي ولا هاي انا بتأديري اي ادارة امريكية حتى لو ضل بايدن في تغييرات باداته بتفوتك على كانون تاني شباط الـ 25 اذا وصلت على شباط الـ 25 ما في شي متغير نتنياهو سيكمل بالتصعيد وسيصاعد اكثر جنوبا ليأخذ المنطقة الى انتخاباته هو في ايلول الـ 25 ايش ليجري انتخاباته على وقع الحديد والنار لانه هلأ ارقامه رجعت تطلع بالاستطلاعات من هلأ لوقتها ماذا يبقى من لبنان مش هايك عمقول انه في هاو فرصة واما المجهول استاذ حسين قبل ما انتقل للموضوع اللي له علاقة بغزة بخطة بايدن وهالأمر بدي بس ارجع لموضوع الحوار الحوارات الصنائية اللي عم بيشتغلوا عليها او اللي نحكى عنها يعني بين مين ومين بتكون الحوارات الصنائية او التشاورات الصنائية هي انطلقت الفكرة استاذ جورج من محل صار فيه شبه انا عائدة بدك وهي جوهر الحركة اللي عم بيعملوها لكسر بعض الاستفافات واللي من طلقين منها كنت عم قللك موضوع انه التزام الرئيس بردي بموضوع نواب حركة امل بالحضور انه انا بدي اشتغل على قاعدة 86 تأمين نصاب التلتين 86 وما فوق انه قلينا ما رح يقدر يقلع رئيس جمهورية من دون نصاب التلتين انه ال65 ما بتزبط هلأ بهذا المناخ الداخلي علما انه رح يكون جدول اعمال رئيس جمهورية محدد بعنوين اقتصادية من دون ملفات سياسية تقيلة باعتبارها ماعتبرينها مرحلة انتقالية وانه في حد عم بيشتغل لك موضوع الجنوب والترتيبات وابا هذه هي القاعدة في كتلة الثنائي في كتلة القوات اللبنانية اليوم حزب الله مقرر انه هلأ ما يحكي مع القوات اللبنانية فالحال ندق باب الرئيس برري رئيس برري طبعا متل عطل انا كل اي طرف لبناني يعني احوار ثنائي بين الرئيس برري والقوات انا بعتقد انه يعني بعتقد انه رايحين عم بيد قوة دفع الخماسية بعد زيارة لدريون ستذهب في هذا الاتجاه بدك تنتر بيان قمة بريس نهار الخميس في القوات الليلي صاروا بقطر راحوا عالدوحة الوفد بدك تنتر يرجعوا وفد القوات بتصور راح يكون فيه لجنة ثنائية على الارجح على الارجح هاللجنة ثنائية يكون فيها عن الرئيس برري معاون السياسة والنائب علي حسن خليل وبتصور عن القوات ممكن يكون ملح مرياشي هاي دي راح تعطي مؤشرات في المرحلة المقبلة اذا كان في نية لمحاولة انه يعملوا شي علما علما انه انتباعات الخماسية باللقاء اللي صار مع القوات ما كان بنفس الايجابية اللي قاربوا فيها موضوع اللقاء اللي صار بين الرئيس برري وليدريون هيدا الانتباع موجود في شغلي كان عم يفتل انتباهي لإلى زميلنا بشارة البوم من بيريس عم بيقلي انه الليلي كان لودريون على محطة فرنسية عم نمعه مقابلة نصف ساعة عم بيقلي على مدى نصف ساعة تحدث عن كل شيء ولم يأتي على ذكر الملف ولا زيارته الى لبنان نهائيا لا من قريب ولا من بعيد حكي عن تسريع عودة فرنسا اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية حكي عن موضوع خطة بايدن حكي عن مجموعة عنوين اقليمية ولم يتطرق اطلاقا الى الملف مع انه هيدا اللي الشيء الاحدث بالنسبة لها موضوع ليش اولك بعتقد فيه تكتم قبل القمة لانه هلأ صار الموضوع على مستوى ماكرون بايدن ما بيسمح لحاله فضلا عن الاخفاق اللي واجهوا ببيروت وادراكوا انه لا متغيرات بتسمح له انه يحكي عنها بشكل ايجابي ما ننسى فرنسا اليوم هي تعيش سلسلة من الاخفاقات اخرى بنوفال كاليدوني يعني الازربيجانيين اللي يحقينهم على كاليدونيا يتردون مننا يعني شوف وين وصل المسلسل الهزائم الفرنسي فمش انه هكذا تكتم هو بسيء الحرص على ان يجربوا ويعملوا شيء بس خلينا نقول بالمبادرة الجنبلاطية في عنصر مكوم لهذه المبادرة ما بعرف قديش منسوبه وقديش كان حاسم هو انه من بعد الزيارة الجنبلاطية لقطر نحكى عن تأويلات وبعض مصادرها قريبة من البيت الجنبلاطي قالت انه صار تغيير بالموقف الجنبلاطي على مستوى الموقف الرئيسي وانحكى انه رح تسمعوا قريبا بهذا الامر فمشن هيك اجت المبادرة الجنبلاطية الان باتجاه كل القوى لإعادة التأكيد على شو على الخيار التالي ردا على هذه التأويلات التي تلت الزيارة إلى قطر بدي اختم بموضوع الغزة وخطة بايدن واحتمالات نجاحة أو فشلة وربطا بالتصعيد على الجبهة الجنوبية اذا فينا نشملون بالمختصر يعني المفيد والمباشر تفضل استاذ حسيني السؤال الاساسي هل ما تزال الحرب الامريكية الاسرائيلية على غزة يعني حاجة انا بعتقد ايه لانه لو مش حاجة ما بده شيء تليفون مجلس امن وقف مساعدات عسكرية في مئة سبب يعملوا بايدن انا برأيتي يوقف الحرب انك تقول انه خطة امريكية اسرائيلية وانه في جزء منه مقترحات قدمتها اسرائيل وتعلن حماس ترحيبها الايجابي بالافكار العامة بعدها قالت حماس ما وصلنا شيء وبدنا ننطر تيوصلنا في شيء غريب يعني وانه ناطر جواب اسرائيل على الخطة اللي يمقدم له اياها وهلأ التسريبات اللي بلشت الليلة منا تانياهو قبل ما يشمع الكابينات انه هو لن يقبل باي خطة فيها وقف اطلاق النار دائم وهو كل جوهر فكرة حماس انك انت اليوم قاعدة الاساسية لأي خطة هي الوقف اطلاق النار الدائم وبالتالي توفير ضمانات لهاي الخطة مش على قاعدة الضمانات التي لم تكن موجودة او كانت شفاهية وتنصلوا منها كل الناس وهي كنا عم نقولها انه المرة الماضية بالمرة المقبلة في اي وقف اطلاق النار بده يكون في موضوع الضمانات المتحدة انا باعتقد ما يجري على الجنوب هو جزء منه صدى وفي جزء منه له علاقة باعتبارات الميدان صدى باية معنى انه انتبهنا انه بعد ما بلش ترفحه وفرط الامكانية الفرض يعني وقف اطلاق نار فاعدت عمليا الوطيرة الجنوب هلأ واضح انه يعني لوين ممكن تروح واضح انه في تراكم معلوماتي عند حزب الله بالفترة الهايدي على مدى 8 شهر هذا التراكم المعلوماتي الميداني خلى حزب الله بمحلات يوصل بضرباته وربما بإدخال اسلحة جديدة الى الميدان الليل الليل الاسرائيلي كان عم يحكي انه ما عرفناه من منظومة حزب الله هني 5% نحن بنقول عادة 10% و20% باحسن الاحوال الاسرائيلي الليل يعم بقول 5% اللي استخدموا حزب الله لانه في مجموعة مفاشئات اسقاط الهيرمس 900 وضرب منظومات الرادار واوة واصابة عدد من الاهداف الحساسة خلت ايد الاسرائيلي كمان يفوت اكتر بالمدايات والسهداف المدانية هيدا لوين ممكن يروح لا انا مبعطي ادرايا على محل الجيش الاسرائيلي مجهز لا يملك لا الارادة ولا القدرة ولا الاستراتيجية ولا الامكانية ولا شيء نهائيا اذا هني عم بيحكوا بارقامهم عن 10 الاف بين قتيل وجريح ومصاب بصدمة انا رأيي دعا في الرأم انت عم تحكي عن 60 الف جندي يعني فيه تقريبا تلت الجيش الاسرائيلي تعرف قدي بده سيد جورج الجيش الاسرائيلي تيكون جاهز تيعمل حرب تاني اذا مش عم نحكي نحنا بالاحتياط انا برأيي بده لا يقول عن سنة تيكون جاهز الحرب الجيش الاسرائيلي لا يعمل لذلك انا بعتقد نحنا بستطيقوا ربطا بمعطيات اهل زميلنا حول موضوع اصلا حوار الامريكي الايراني اللي هو عم يضبط سقف مجموعة من التوترات في الشماعات اللي عم تصير به عمان نعم طيب استاذ جون بالختام موضوع بايدن وخطة بايدن موضوع حرب غزة موضوع الجبهة الجنوبية الى اين لك بدني عزروني للمشاهدين المعركة ليست في غزة المعركة في واشنطن وهي بين ترامب وبايدن وكل ما نشهده من غزة الى الداخل الاسرائيلي الى ربط لبنان باسرائيل هو نتيجة هذه المعركة هناك انتخابات امريكية يتواجه فيها ترامب وبايدن شفنا بالاسابيع الماضية كيف كانوا عم بيتقاتلوا على اخر صوت عربي او مسلم بايدن بعد امس اوكشتاين عشوائي يعمل دور تو دور عمل لقاءات بميشيغان عمل لقاءات بهيوستن مع الاتفل لاستمالة الاصوات لصالح بايدن رد علي ترامب انت متصور ترامب باعت فريقه يحكوا مع المسلمين بديترويت مين بعت لهم؟ بعت لهم صهره اللبناني وبيه لصهره اللبناني مسعد بولوس يعني ابن الكورة راحوا تيجزبوا اصوات ميشيغان لمرشحهم ترامب ويقنعوهم انه ترامب افضل للمجموعة والجانية العربية في امريكا من بعد ما استنفدوا اصوات امريكا هلأ عم بيصير التنافس مش على اموات غزة على تحويلهم اصوات من غزة في الانتخابات الامريكية شو عمل ترامب؟ ترامب عمل شغلتين كتير مهمين بالنسبة لقلوة معركته الانتخابية اتصل بالمسؤولين السعوديين على اعلى المستويات واتمنى عليهم عدم ابرام الاتفاق السعودي الامريكي كي لا يعطى بايدن ورقة انتخابية حاسم عشية معركته الانتخابية واكثر من هيك ارسل الى تل ابيب اثنين من الاساسيين بفريقه الانتخابي وبفريقه الرئيسي اللي هن روبرت اوبراين وكيس كيلوغ ويمكن لازم نحفظ الاسمين اذا ربح ترامب تقولوا لنا تنياهو ما تمشي باي حل او اقتراح بيعرضوا عليك بايدن وثمود من هلأ لأيلول التشرين يعني معناتها عم بتقلنا انه سلف خطة بايدن مصيرة لحظة عم بقلك في تنافس انتخابي على اموات واصوات غزة ترامب عمل هذا المسار حكي مع السعودي تمنى عليهم وقف الاتفاق حكي مع نتنياهو مباشرة عبر اوبراين وكيلوغ وقالوا انه ما تمشي بالحل طلع بايدن يرد علي تحديدا بها النقطة الانتخابية وما حدا يتوهم غير هيك يقول هيدا اتفاق اسرائيل المطروح انا عم بتبني لاحراج نتنياهو مش بس لاحراج نتنياهو لايجاد المخرج اللي حكينا عنه من ثلاثة اسابيع نتنياهو شو بده بده يبقى بالسلطة عم بيقل له بايدن بأمن لك مخرج منطلع المتشددين من حكومتك ندعم هذه الحكومة عبر المعتدلين بشكل بتبقى بالسلطة وبتتجنب اي مسائلة ومحاسبة وبالتالي سجن مقابل هذا المخرج المطروح فالمنافسة هي منافسة انتخابية بين بايدن وترامب على أشلاء غزة أنا بتأديري بتأديري نتنياهو إذا لم يضمن بشكل حاسم ودقيق وأكيد بقاءه بالسلطة بهذه التركيبة لن يقبل بطرح بايدن ويفضل طرح ترامب وهذا اللي بدنا نشوفه بالساعات المقنعة أنا بدي أشكركم جان عزيز وحسين أيوب على هذه الإطلالة الليلة موعدنا لأحد المقبل بعنوين وملفات جديدة قديمة مستدامة مستدامة أهلا وسهلا فيكم شكرا لألكم شكرا بعد الفاصل إعلاني أستقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هاري خوري للتحدث عن موضوع النازحين عن خطة الحكومة عن جولته في الخارج وما استخدصه من هذه الجولة إضافة لبعض الملفات القضائية والعدلية بعد هذا الفاصل ونتابع مشاهدين هذه الحلقة من وهلأ شو لأستضيف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هاري خوري مساء الخير مع علي الوزير أهلا وسهلا فيك مساء النور إلى كل المستمعين بهذه الفقرة في هذا المحور معك بدي أحكي تحديدا وبشكل موسع عن موضوع النازحين السوريين في لبنان عن جولتك برا يعني أنت زرت عدة دول مؤخرا بلارمو لاهاي بروكسل بورتوغال وكان فيه بكل هذه الجولات دائما ملف النازحين كان حاضر وموجود رح أحكي عن هذه الجولات عن الكلام واللقاءات يلي أجريتها هناك بالنسبة لموضوع النازحين وبالنسبة للأمور العلاقة بالقضاء وبالأوانين ولكن خليني إبدأ من مجلس الوزراء اللبناني ومن موضوع قمة أو اجتماع بروكسل الذي كان هذا الأسبوع بداية بمجلس الوزراء ويلي حضرتك ما عم تحضر جلساته انت مجموعة من الوزراء بالحكومة تم تبني خطة إعادة النازحين السوريين يلي عرضت بمؤتمر بروكسل وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي للتواصل مع دمشق شو رأيك؟ شو تعليقك؟ شو موقفك؟ من هذا الحل وهل هذا الموضوع يؤدي إلى نتيجة معينة؟ اللي عرفته أو اللي أكيد صار فعليا بقلب مجلس الوزراء هو منيقشات حول الوفد اللبناني الذي سيتوجه إلى سوريا إنما لم يتقرر هذا الأمر وبالتالي ما صار شيء يعني حتى قرار ما طلع صار فيه منيقشات بس قرار ما طلع يعني ما فيه قرار بأنه دولة نائب رئيس مجلس الوزراء صار فيه منيقشات حوله هلأ ثقبت يعني بالصدفة عم بحكي مع دولة الرئيس سعاد الشامي قال لي صار فيه أكيد مداولات منيقشات إنما قرار لم يصدر بهذا الخصوص أبدا طب شو اللي يعني شو اللي تم الاتفاق عليه يعني هلأ شو يعني شو الصيغة أو الخلاصة يعني إذا عم بيقلك دولة الرئيس سعاد الشامي إنه صار فيه منيقشات ولكن ما صار فيه قرار يعني بيعتبر الاستاذ سعاد الشامي دولة الرئيس سعاد الشامي إنه هو لم يكلف رسميا بعد مضبوط هيدا اللي هيدا اللي فهمتوا منه صراحة هلأ شو عم بيصير أنا أكتر من اجتمع وخاصة اللقاء التشاور اللي صار من أكتر من شهر ونص برئيسة دولة الرئيس مئاتي أكيد صار فيه منائشي لهالموضوع بالذات وأنا من أول يوم طرحت فكرة التطبيق الأوانين اللبنانية يعني أنون 67 أنون الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه يعني أو فيه إقامة شرعية بلبنان أو فيه إقامة غير شرعية وبالتالي على هالأساس يجب التعاطي مع النزوح السوري أنا هيدا عطيت رأيي بهالخصوص وبدي أتمنى هون أنه كل اللي عم بحكيه أنا مني بصدد الحلول محل أي وزير مختص بهذا الشأن إنما حتى الكلمة اللي ألقيتها ببليرمو أخدت موفق دولة الرئيس ووزير الخارجية عليها لحتى أحكيتها لأنه ما بدي حل محل أي وزير آخر أنا أكيد أختص يعني أي وزير آخر مين؟ وزير خارجية وزير خارجية في وزير الشؤون سيعة بيقلك وزير الشؤون إنه هيدا من مهماته وزير المهجرين بيقلك من مهماته وزير الخارجية من مهماته هلأ صار فيه دولة الرئيس سعاد الشامي نزلوه بالدق وهو ما وهو عم بيقول ما تكلف رسميا يعني صفة بالآخر بالآخر حدا يخبرنا مين المسؤول لا أنا سيعة بيت مش سيعة بيت دعيت إلى مؤتمر ببليرمو وعلى هالأساس لأنه كان بيتناول اتجار بالأشخاص وحكيت الكلمة اللي حكيتها مثل ما أزعت بوقتها على الإعلام وكانت كلمة مدوية يعني وضعت الإصبع على الجرح بالنسبة لملف النازحين والإتجار بالنشاء ولكن يعني قبل ما فوت أنا بهذا التفاصيل موضوع النازحين السوريين اليوم شو الصورة يعني إذا عم بيقلك سعاد الشامي إنه ما كليف رسميا وعم بينقال إنه تشكلت لجنب رئاسته للتواصل مع دماشق وهو بيقول بعد ما في شي فإذا شو اللي صار هلأ شو وين شو صار أنا قلت ما أبلغني في إنه صار في مداولة بالقصة إنما لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص هذا اللي قال ليه طرحه بديان والبقامين اللي قال ليه إذا ما في أي قرار يعني بعد ما مطرحنا يعني بعد ما في قرار رسمي بالتواصل مع الدولة السورية يبدو بس مع إنه أعلن عنا دولة الرئيس سابعا إنه اتصل برئيس الوزراء السوري أكيد وحكي معه نعم وأعلنها معروف في القصة هلأ ما تبع ذلك أكيد لم يعلن عنه إنما بمجلس الوزراء حسب ما قال لي الدولة الرئيس قلته هلأ صراحة نعم مؤتمر بروكسال يلي مثل لبنان فيه الوزير عبدالله أبو حبيب الكلمة يلي ألقاها الخطة يلي على أساسها ألقى كلمته كيف نظرتك لأله يعني أنت وزير بها الحكومة مش عم بتشارك باجتماعات مجلس وزراء لأسباب معروفة ولكن أنت بوزارتك معني بهذا الملف من ناحية عدة أمور بدرجة الأولى بالمساجين أكيد ما في شك كانت كلمة صريحة أو صاد أو صارمة ووقعية بكل أسف الأوروبيين ما زالوا على موقفهم أو مع أنه أنا بكل جولات اللي قمت فيها ركزت على اللي قلته على أنه الأوروبا هي هدف النازح هي الهدف الأول والأخير للنازح ولبنان ليس سوى دولة عبور خاصة وتحديدا وإذا فيه إشرح أكتر أنه اتفاقية جناب للعام 1951 لم ينضم إليها لبنان ما نضم إليها لبنان وبالتالي ليس بلد ليس بلد لجوء بلد عبور بسراحة بدي أكد على شغلة أنه فيه قرار صادر بال2019 عن المجلس الأعلى للدفاع بنص سراحة على ترحيل السوريين اللي إقامتهم غير مشروعة بال2019 طيب وين عم يتطبق هالشي؟ هلأ حاليا القوى الأمنية عم بتطبق إلى فترة اللي كلنا عم نسمع ومنقرأها عم بتطبق طيب قبل ما فوت معك بالبورتوغال شغلت قبل ما فوت معك بقصة كيف تحركت وزارة العدل على صعيد السوريين المتواجدين وعلى صعيد موضوع النزوح مؤتمر بروكسال برأيك خلاصته أنه لا شيء طالما الموقف الأوروبي مازال على حاله؟ هلأ الموقف الأوروبي واضح قديش فيه فسر قديش فيه اتميضة بالتفسير وأعطي اجتهدات واضح لاش تنقول على ابقى ابقى السوريين باللبنان ولكن هذا لا يمنع الدول اللبنانية من الإسرار على موقفه وأنا أكيد هيدا الحكي اسمعته بأكتر من محل ووجهته بقدر ما هو مسموح لإلي ووجهته بشكل بشكل المطلوب بالشكل المطلوب هيدا المواجهة شو نتيجتها يعني وين نصرفها؟ أو الإسرار هيدا وين من نصرفه؟ ألا مين معه العصة السحرية لحتى يبط به هالموضوع؟ مين سعلا مين معه العصة السحرية؟ هيدا النقطة هون ما في شك أنه برأيه برأيه الموقف الأساسي هو للدولة اللبنانية الدولة نحن قديم للدولة اللبنانية ممثلة بالحكومة بالحكومة أكيد بالحكومة والأمنيين هالحكومة عملت اللي عليها مجلس النواب عمل اللي عليها عمل جلسة طويلة عريضة وأصدر توصية وهيدا إجماع قل نظيره بهالفترة نحن عم نشوف بيتركيا شو عم بيصير بالدول الموجودين فيها السوريين شو عم بيصير الأتراج حزموا أمرهم وبلشوا وقالوا فهموا العالم كله إنه بدون بدون السوريين وعم بي عم بيشتغلوا على هالأساس طيب الأردني الأردن يمكن منظمهم أكتر حططهم على بمنطقة معروفة فيش المشكل هو الأكبر هو بلبنان طيب شو لازم نعمل نحن الديمغرافية ولنحية الارتدادات الاتصادية والمالية يعني بالنتيجة شو لازم نعمل نحن بدون ده الموقف اللبناني رأيي موقف اللبناني أنا اللي أعلنت عنه واللي قلته بأكتر من مجال تطبيق القانون اللي معه إقامة شرعية معه إقامة شرعية اللي ما معه إقامة شرعية بيوضع يصار إلى وضعه فورا على تسليم الأمن العام لوضعه فورا على الحدود كلنا نعرف أنه أيام مرئين فيها تاخد فيزا على أي دولة أجنبية بيحطوك بالمطار بيعملوا تحقيق طويل عريض مع أنه أعطيوك فيزا فيهم ساعة بأي دقيقة ينطروا التيار اللي جيت أو اللي رجع ورحلوا هاي دي بكل بساطة أو في إقامة شرعية بالبلد أو في إقامة غير شرعية اللي نحن بنعرف أنه لبنان كان كل عمره السوريين يلجأوا أو يجوا لإلو بالمواسم يعني عندنا مواسم الزراعية كانت يتكاثر عدد السوريين بالمواسم كان في حاجة لليد العام للسورية بال بالبناء مثلا كان نلاقي في بمجالات أخرى إنما لم تكن بصورة مستمرة الوجود أو التواجد ما صار بصورة مستمرة متل ما هو موجود اليوم وبالتالي الخطر ما كان محدق قد ما هو هلأ وأنا سبق وأعلنت في خطر على الوجودة على الدولة اللبنانية يعني بالبرتغال جمعة الماضية قلت إنه التمدد السوري يهدد وجود لبنان يعني لهالدرجة وقلت إنه طالبت وزارة العدل البرتغالية بالعمل على إيجاد سبل لمساعدة لبنان للخروج من محنة النزوح شو فيها تساعد إذا الموقف الأوروبي الطويل العري هو غير إيجابي ببلارم نحنا أكيد طلبت وزارة العدل الأبرسي موعد معي واتقابلت أنا وإياها وفهمونا إنه إني مستعدين يدربوا لنا أفواج عسكرية لحماية البحر عندهم وأنا كان جوابي صريع إنه نحنا ما نحمي ما نحرس حدود لحدا وطلبت إنه أنتوا بأوروبا شيء بقول لها بالبرلمان الأوروبي ولا لا بصراح قلت لها إياها بصراح قال إيه قلت لها تفضلوا ساعدونا وشتغلوا بالبرلمان الأوروبي لعودتها النازحين والكلمة اللي لقيتها ببلارم أنا نبهت أوروبا كلها من إنه الدول الأوروبية هي الهدف هدف النازحين الأساسي ولبنان منه إلا منه ملجأ بل هو دولة دولة محطة للعبور للعبور لأوروبا هلأ بي بي مع وزير خارجي مع وزير العدل الطلياني نفس الحديث مع وزيرة عدل بورتغال نفس الحديث ببلارم قدام الوزراء وكان موجود الوزير الدخلية الفرنسي وبعتقد وزير الخارجية مساعد وزير الخارجية الإنجليزي الدولة الإنجليزية وكان فيه مسؤولين كبار كتير وأعلنت هالموقف صراحة وقلت أكتر من هيك وحددت الخسارات الديمغرافية وغير الديمغرافية نعم والخطر الوجودي على لبنان نعم أكيد هيدا برجع بأكد لك أنه الكلمة اللي قلقيت ببلارم وما تفرع أنا ببلدين أخرى كانت بنفس الصورة اللي حطيتها بكلمة ببلارم لحتى ما تجاوز الوزراء الوزراء المعنية المعنية أنت عم تدعي لتطبيق القانون برأيك أنه تطبيق القانون هو البند الأول أو هو الطريق الأساسي للوصول إلى حل طيب تطبيق القانون من مسؤولية مين مسؤولية وزارة الداخلية مسؤولية الأجهزة الأمنية مسؤولية الجيش مسؤولية قرار سياسي عند الحكومة يمن مين باللجنة باللجنة الوزرية اللي كنت حاضر فيها أنا كان وزير الداخلية واتفقنا على أنه بيعطي تعليمات لا المحافظين بالكشف الإداري على المؤسسات رح قول ليش على بعض المؤسسات تجارية اللي مش متوفرة فيها بيد السوريين مش متوفرة بوجودهم الإقامة الشرعية أو الأوراق القانونية المطلوبة وبإقفالها إداريا فورا أنا عم بيتنفذ هالشي أنا بموازات اي عم بيتنفذ مظبوط بموازات هالشي أنا وجهت كتب كمان لكتاب العدل بعدم إجراء أي تنازل لصالح أي غريب بالمطلق أي غريب لا يحوز الأوراق القانونية المطلوبة وكذلك عممت كتب على السجلات التجارية السجل التجاري بالمناطق كمان عدم القيام بتسجيل أي مؤسسة تجارية أو أي عمل تجاري يكون في سوريا لا يتمتع ولا يحوز على الأوراق هذه التدابير لأي درجة يعني عنا مليونين ونص عم بتقول نظبط طيب هذه التدابير كلها لأي درجة ممكن تعطي فرق إذا ضلينا الموقف الأوروبي سلب التواصل مع الدولة السورية ما عم بيزبط ما عم بيتم بشكل رسمي ومبرمج وممنهج هذه التدابير كيف بدأت تعمل فرق كيف بدأت تعمل نتيجة يعني خلينا نكون صريحين لا صريحين العدد كبير بالنسبة للبنان ما في شك إنما البنان بيضل واقف ما بيتصرف طيب ما تركيا منع على تواصل مع سوريا وعم تتصرف طيب نحن منضل كمان بس مش معنات أنا ما بدي إنه يتم التواصل بالعكس أنا أعلنته إنه في عنا محطة تانية التواصل مع الدولة السورية والمحطة تانية تطبيق الأنون اللبناني لجهة الحيازة الإقامة الشرعية أو عدم حيازة الإقامة الشرعية نعم وأنا قلت ودولة الرئيس مئاتي كررها بأكتر من منسبة كمان طيب معاد الوزير بالنسبة للموضوع اللي له علاءة يعني حصرا بوزارتك بالنسبة للموقفين والمحكمين بالسجون اللبنانية باللقاء التشاوري الوزاري اللي صار بنيسان من حواله شهر ونص قلت أنت أنه المشكلة لا يمكن حل إلا بالتواصل مع الدولة السورية بقعناها بقولها بقعناها بقولها وتم تكليف اللواء البيسر القيام بهالمهمة والبحث بكيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقفين وإلى آخره اليوم وين صرنا بعد شهر ونص بالنسبة لها الشق المتعلق بوزارتك يعني السجناء الموقفين كل موقوف ملفه وإلى آخره صراحة الوفد الأول الوفد راح على سوريا برئيسة وزير الخارجية من ثلاثة شهر أو أربع أكتر أكتر خمسة شهر أو ستة شهر وقته كلف أحد المحامين العامين بالنيابة العامة التميزية بمرافقة الوفد وبدرس قصة المساجين في لبنان المساجين في لبنان هيدعب على السجون لأنه ما حدا بيبني سجون على أساس أنه في مرتكبين بدهم يجوا من دول أخرى ونوقفهم عنها لأنه النسبة المئوية هي بحدود ستة وثلاثين بالمية لا من المساجين أو من المرتكبين السوريين وبالتالي لاحظة بالسجون اللبنانية في ستة وثلاثين بالمية من المساجين السوريين نعم نعم هلأ وقتها تفق على أنه بتسليم المساجين مش كل المساجين أكيد في في ارتكابات في جرائم لا يمكن تسليم مرتكبيها إلى الدولة السورية لأمور كتير متعلقة في عنا الحق الشخصي بالأول يعني يعني إذا في عمليات قتل وكلها تقريبا وفي عمليات سرقة ما في حق شخصي بالضاء كمان أنه منجي منسلم ممكن تسليم المرتكبي جرائم الجنحية إذا بعد في فترة أصيرة عم بحكي من عندي هلا هذا العمل هذا العمل أكيد ستقوم في بحال حصوله النياب العامة التمييزية نعم شي طبيعي ولكن أنا بعتقدي أنه ما تبقى من محكمية لبعض المساجين المرتكبي الجرائم الجنحية ممكن أنا برأيي هذا دي تسليمهم وتخطيف الضغط يعني صار فيه خطوات عمليات التواصل إذا التواصل التواصل ما بيتم فقط من جانب وزارة العدل بده يكون فيه من الدولة نعم كلها سوا بدي انتقل من هذا الملف لملفات أخرى أسألك عنه خلال هذا اللقاء معك يعني بنا نجرب أكتر قدر ممكن من المعلومات أو المعطيات نحصل عليها بداية بدي أسألك رأيك لبنان يتراجع عن السماح للجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل على أراضيه شو تعليقك على هذا الأمر يعني عن التراجع يلي صار أول شيء ده عمل غير محق وغير قانوني على الإطلاق وإذا فيه أكيد فيه ارتكابات يجب على الجنائية الدولية أن تعاقب أن تحاكم المرتكب أنا كرجل قانوني لا يمكن أن أغير مسار الحق والقانون أبدا ولا ويردين محل ما في حق مفوا يجب على صاحب الحق أنه يحصل على حقه وبالتالي كل الارتكابات اللي صارت من قبل العدو بالدولة على الأراضي اللبنانية يجب أن يحاسب الدولة الإسرائيلية على ارتكاباتها تابعة ليش تراجع لكان لبنان يعني كانت حكومة تصريف الأعمال صوتت بنسان على توجيه وزارة الخارجية لتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في مزاعم عن ارتكاب جرائم حربنا في ذاتة إسرائيل ولكن تراجع لبنان عن قراره السماح بهذا الأمر ولم يقدم الوزير ابو حبيب الإقرار المطلوب هلأ هذي مداولات صارت ما أنا ما طلعت عليها بين دولة الرئيس وبين وزير الخارجية إنما أنا بالنسبة للي الأمور يجب أن تصير تاخد مصراها القانوني مع السماح يعني يجب لبنان أن يبقى على الموقف الأساسي راجعني وراجعني أكتر من فريق إنه مستعد يقوم بالدعاوة برا وبالفعل اللي قدرت أعمله عملته لحد هلأ منتظر إنه هني يقدموا على الخطوة مين من يرجعوك من الافريقاء يلي في فريق من من الهيئة المجتمع المدني راجعوني وعأساس بدون أمن التقارير المطلوب اللازمي لحتى يقدموا أنا قلت له شو فيه سيد أكيد يعني لأنه في شهداء بهالحال بضيع حقهم يعني زميلنا الشهيد عصام العبدالله وأيضا شهداء من قناة الميدين ويعني هول زملاء لألنا مثلا كانت إدانة إسرائيل واضحة يعني بهالملف هون تحديدا بدي أرجع معك لأيضا موضوع له علاقة بتعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتقرير المنظمة الهولندية للبحث العلمي والتطبيقي المتعلق بالتحقيق باستشهاد الصحافي المصور عصام العبدالله كمان صار في تعديل لهذا الأمر وقرر مجلس الوزراء تعديل قراره الرقم واحد ليصبح كالتالي أنه طلب إلى وزارة الخارجي والمغتربين ضم هذا التقرير إلى الشكوى التي تقدم بها أمام الأمم المتحدة إضافة إلى تكليف الوزراء تقديم ما يمكن من شكاوى أمام الهيئات والمنظمات الدولية إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وإلى آخره يعني كمان هيدا التعديل اللي صار شو تعليقك عليك أنا موقف في ذاته بالنسبة للحق والمطالبة بالحق أنا هيدا موقف صراحة أما المدولات اللي صارت جو شو فيه معطيات ربما غيبت عني لعدم حضوري يمكن الجلسات مجلس بس أنت من موقعك كوزير عدل أنا لا يمكن أنت تطالب بأنه هذه الأمور تضل على ما هي حالة مش يصير في تعديل أكيد معالي الوزير في ملفات عالقة بالوزارة عندك يعني تشكيل المجلس العدلي هل فعلا تم الاتفاق على تشكيله بد منك جوبي سريع لا لا سريع أنا بعت اقتراح لمجلس قضاء الأعلى بثمان أسامة وبنتظر أكيد بسراحة التعامل بسرعة من قبل مجلس قضاء الأعلى بهالأمر نعم سمعنا عن دورة جديدة للقضاء في المعهد القضاء هل هالخبر مزبوط بعد طول الانفزارة بعد كتاب لمجلس قضاء ووفق مجلس قضاء هلأ بدي نحن بيطور تحديد الاعلان عن فتح الدورة وتحديد مواعيد لقبول طلبات الترشه نعم طيب شو أهمية انضمام لبنان إلى مركز الشمال الجنوب للمجلس الأوروبي على صعيد وزارة العدل يعني شو أكيد أنا قلت بالأول أنه بيهمني من أول ما استلامت الوزارة كان عندي بالفعل هم أنه عودة لبنان إلى الساحة الدولية وصار فيه تواصل مع الكونسل أوف يوروب مجلس أوروبا ومع الاتحاد الأوروبي وهلأ إذا فيه أقدر إليك التواصل مستمر مع مجلس أوروبا ومع الاتحاد الأوروبي بالذات لا عودة لبنان على الساحة الدولية باعتقادي أنا أنه بدل أن يملأ على لبنان ما يقرره الخارج يجب أن يحضر لبنان ويناقش هال كل شيء الأمور اللي عم بتصير برا وانطلاقة من هون نحنا أعملنا أكتر من ورشة عمل بلبنان سراحة ب بسنة الماضية 2023 بأدار 2023 ورشة عمل بتتناول الاتجار بالأشخاص واختتمناها بدليل رصد لضحايا الاتجار بالأشخاص نعم وقعت على هذا الدليل بتونس صراحة وقعنا على هذا الدليل بتونس وأنا بانتظار أنه تأجينا النسخة الورقية لوزعها في كمانة اتفاقية الايروجاست يلي الايروجاست يلي وقع الرئيس وقتعون لا فوض صار فيه تفويد من أبل لأنه المفوضات على معاهدات دولية يجب أن يعطى تفويد واح حصلت عليه على التفويد من أبل فخامة الرئيس قبل انتهاء وليته ورجعت حصلت على تفويد من دولة الرئيس مئاتي منظمة اليوروجاست من كبار أكبر منظمات أوروبا الاتحاد الأوروبي سراحة وهي منظمة أوروبية تجمع قضاة من كل البلدين الأوروبية ومن غير بلدين ولبنان أول بلدين اللي تم التفاوض معن وقطعنا شوط كبير يعني حضرنا الاتفاقية وهلأ بانتظار مجلس وزراء الأوروبا الموافقة عليها والبرلمان نعم ونحن بأجواء إيجابية إن شاء الله أنه قريبا لفترة قريبة نوقع رح يكون للبنان ممثل دائم بهال اليوروجاست قاضي ليأمن التواصل وتسهيل التعامل مع أوروبا كلها ومع لبنان نعم بدأختم هذا اللقاء مع عليك يعني بالفقرة التالية بالمحور التالي بدأت استقبل سعادة السفير المصري علاء موسى يلي هو عضو سفراء الخماسية طبعا يلي عم تهتم بموضوع الملف الرئاسي و جان إيف لودريان اختتم زيارته للبنان بعشاء مع سفراء الخماسية بنا نشوف من سعادة السفير شو الأجواء ولكن أنت كوزير في هالحكومة موضوع الانتخابات الرئاسية مصير هذه الانتخابات ريف أعمال ناطين يصير فيه انتخابات تتشوفوا تتخلصوا من هالمهمة ما بعرف إن شاء الله كيف تنظر لهالملف ختاما أنا نظرتي سراحة إذا بس تستعرض المعادلة الدستورية أو التوازنية الدستورية على صعيد الرؤساء عطول فيه فراغات برئيس الجمهورية فقط إنما رئيس الوزارة ورئيس المجلس ما عم بيصير فيها فراغات إي بس أوقات بيصير بتمد عشرة اتنعشر شهر تيشكل حكومة الرئيس المكلف وما بيقدر يشكل بدل رئيس مكلف بدل رئيس ما فيه رئيس تصريف أعمال بنفس الوقت فيه تصريف أعمال يعني فيه بيصير رئيسان مش رئيس واحد نعم إذا بدك وبالتالي بتمنى إنه الأمور نعطيها تقلى الدستوري والواقعي لأنه استمرار غياب أو فراغ المركز رئيسة الجمهورية عم بيشكل متاعب ومشاكل كتير أنا برأي مفروضة تعدل الدستور بشغلة وحيدة حتى ما اتوسع أكتر على الأقل بشغلة وحيدة استمرار الرئيس الجمهورية فيه منصبه لحين انتخاب رئيس آخر لسبب مهم جدا هيدا العملية أول شي بتسرع الانتخاب بتسرع عملية الانتخاب بيصيروا المشحبين يبقى الرئيس بدون بتسرع العملية بكل بس بيصيروا اللي حبينه يبقى بكم لا ما هيدا النقطة هون اللي حبينه يبقى وإذا فيه اجمع على بقاء الرئيس هالأكترية هالأكترية بدل ما تقوم بالبقاء على الرئيس تنتخب رئيس جديد إذا فيه أكترية وبالتالي هيدا السبب لا يقوم أنا برأي إنه هيدا بتشكل عملية سرعة من مال واستقرار في تعاطي الدستوري والمراكز هل هذا الطرح بفوتنا بمتيها طويلة عريضة إلى علاقة بتعديل بتعديلات الدستورية وهيدي الشغلة أنا أتجنب عم بتجنب ليه لاحقا إنه حتى ما يصير فيه فراغات ولا خلل بالمراكز الدستورية بالرئيسات الكبرى بالرئيسات الأولى بالدولة بمعنى بمعنى أنه لا يمكن إبقاء لبنان أي أفضل أنه ده الرئيس ولا نعيش بفراغ نعم أنا بتشكرك معادي الوزير هاري خوري وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال على هذه الإطلالة الليلة يلي استعرضنا فيها عدة عنوين وملفات شكرا لحضورك أهلا وسهلا المشاهدين بعد هذا الفاصل أستقبل السفير المصري في لبنان على موسى للحديث عن عمل الخمسية ملف رئاس الجمهورية نتائج زيارة جان إيف لودريان وسيكون في مشاركة من باريس للصحفية رندا التقي الدين بعد هذا الفاصل ونتابع مشاهدين هذه الحلقة في هذا المحور استضيف السفير المصري في لبنان علاء موسى وتنضم إلينا خلال هذا المحور الصحفية رندا تقي الدين مباشرة من باريس ساعة السفير مساء الخير أهلا وسهلا فيك أهلا طبعا حضرتك السفير الذي الكثيرين ينتظرون تصريحاته لمعرفة أجواء أو مسار عمل الخماسي أو ماذا يمكن أن تكون الخطوات التالية هذا الأسبوع كان أسبوع زيارة جان إيف لودريان المبعوث الفرنسي إلى لبنان اختتم هذه الزيارة بعشاء مع سفراء الخماسية للحقيقة الزيارة السادسة لودريان قيل عنها الكثير وسمعنا الكثير من التحليلات وقرأنا الكثير من العنوين هناك من قال أنه مراوحة أنه زيارة عقيمة أنه لم يسمع شيئا جديدا وكان متوقعا ما سمعه أنه أصيب ربما بخيبة أمل من بعض المواقف وإلى ما هناك بدي من حضرتك بالعشاء الختامة العشاء الأخير في هذه الزيارة اللي كان معكم شو سمعته من السيد لودريان كخلاصة لزيارته طيب أولا أبشكرك على استضافتي وعلى مقدمتك اللي تمهد لي حادثنا يجب أن احنا نؤكد على أمر هام على وأنه في الحقيقة زيارة المبعوث الفرنسي لودريان أتت بالتنسيق والتفاعل مع ما تقوم به الخماسية من نشاط نعم احنا قمنا بجولة لفترة يمكن شهر ونص على مختلف القوى السياسية واستمعنا إلى أراءهم وتقييماتهم وخلصنا إلى شيء سمناه بيان الخماسية اللي صدر في آخر اجتماع الخماسية في أسفارة الأمريكية في الحقيقة هذا الأمر طبعا جان إيف لودريان على علم بهذه المحصلة وتحديدا من خلال السفير الفرنسي في بيروت وأيضا من خلال العواصم لأن العواصم أيضا بيكون بديها بينها حوار أتى لودريان لهدفين الهدف الأول أنه بقى له يمكن ستة أشهر لم يأتي إلى لبنان من آخر زيارة لي أتى أيضا للاستماع إلى القوى السياسية بشكل واضح ومحدد ومباشر ولكي يقارن أيضا ما يستمع إليه من القوى السياسية مع ما خلصت الليل الخماسية في اجتماعتها الماضية وما هو كان متطابق الأمر الآخر إلى أنه في حقيقة ما بقوص لرئيسه وعليه أن يقدم تقرير للرئيس الفرنسي عما يعني مهامه وعماله لكي يتم التعامل وفقا لهذا التقرير مع ما يقوم به الرئيس الفرنسي من نشاطات فيما يخص الملف في لبنان في قادم موعيد ومن بينها طبعا القمة الفرنسية الأمريكية بالنورماندي في الحقيقة ما استمعنا لي شو خبركن شو قالكن هل فعلا وصلت مهمته أو زيارته إلى حائط مسدود بين تمسك الثنائي الشيعي بالحوار وبين رفض المعارضة وعلى رأس القوات اللبنانية المشاركة في الحوار في الحقيقة هو انطباعه انطباع إيجابي يعني هو ما نقلوا إلينا كسفراء للخماسية إلى أنه زيارته إلى مختلف القوة السياسية وعلى رأسها الفريق رئيس بيري والحاجر محمد رعد طبعا وحزب الله وعلى الجانب الآخر القوات والكتائب وكل الكتل السياسية كان انطباع إيجابي بمعنى لم يرسل إليه أحد إشارات سلبية أو تعبر عن تماترس كامل في موقعه بالعكس فيه بعض المرونة في طرحه وهو ما جعل لودريان في الحقيقة مرتاح نسبيا فيما استمع إليه من القوة السياسية مش بالضرورة إنه استمع إلى أشياء تحدث اختراق في الملف لكن استمع إلى أشياء يمكن البناء عليها في المساعدة يعني هالأشياء يمكن البناء عليها يعني طالما كل طرف معروف شو موقفه وبعده متمسك بموقفه طيب إذا فيه ناس بقلولك ما الطريق أو السبيل الوحيد هو الحوار قبل الدعوة إلى جلسات طرف الآخر بقلك ما بدنا نشارك بالحوار يفتحوا المجلس ونعمل جلسات وننتخي برئيس في الحقيقة هو استمع أولا الرئيس بيري مثلا بداية إنه عندما التقى بدأ الرئيس بيري يتحدث عن ليس بالضرورة كلمة حوار أو طاولة حوار نتكلم على مشاورات أيضا بنتكلم على التزام بالخروج بقائمة تضم عدم المرشحين عن جلسة المشاورات أو المدولات اللي سوف يتم اطلاقها حال ما توافق الجميع الأمر الآخر فكرة الالتزام أيضا بالجلسة النيابية اللي هي في الحقيقة مش العنوان هو والمهم قد ما هو ضمان النصاب لهذه الجلسة اللي بدورات متتالية كلها أمور تبدو مشجعة مش بالضرورة إنه الفريق سنع الشيء تحرك تماما من موقعه إنما أبدأ بعض الإشارات بس إشارات شو؟ يعني الإشارات اللي أبداها ويمكن البناء عليها دايما ما نتحدث عن إنه ما هو الهدف من المشاورات وده شيء مهم وكل يعني في مكانه من أي من القوى سياسية من حقه أنه يعلم يذهب إلى مشاورات من أجل ماذا واتفقنا على إنه إذا ما توافق الجميع على ما هو الناتج من هذه المشاورات قد يسهل أمور كثيرة بتبدو الآن يعني كبيرة وتقف عوامل معرقلة زي من يوجه الدعوة ومن يرأس الجلسات كلها أمور بتبدو الآن هامة جدا لكن إذا ما توافقنا على ما هو الهدف من المشاورات واتفقنا أعتقد أن يمكن أن احنا نتعامل مع هذه الأمور طيب أنتوا صحيح كنتوا عم بتفتشوا أو عم تسألوا أنه شو تفسيركن لتمسك بدعوة لحوار وبرئاسة الرئيس بره إحنا طبعا في حادثنا مع المختلف القوى بنسمع منهم عن لماذا التمسك بمسألة المشاورات ولماذا التمسك من قوى الرئيس بره برئاسة هذه المشاورات وفي الحقيقة دايما ما كنا نستمع إليه من الرئيس بره إلى أنه المشاورات هو شيء طبيعي للوصول إلى أي منتج بمعنى إحنا النهاردة في منذ أيام قليلة بمناسبة ملف النزوح السوري اجتمعت القوى السياسية تحت قبة البرلمان وتوافقوا على شيء خرجوا بشيء اسمه توصية إلى الحكومة في الحقيقة الجميع شارك في هذا الأمر وهو ده ما نسعى إليه فكرة المشاورات ومداولات يعني أقصد أنه الجلوس إلى طاولة مش طاولة أي إن كان الجلوس في صالونات الجلوس في قاعات كلها أمور طبيعية إذا ما كنا كقوى السياسية عندنا قضية رئيسية هامة نبحث عن حل لها وأيضا تمت فيه أمور أخرى قبل ملف النزوح السوري يعني مبدأ المشاورات وبرئاسة رئيس المجلس هل تفهمتوا الأسباب أو وصلوا لكم الجواب إنه ليش؟ لا يعني أقصد أنه الرئيس بير ريبي يرى أنه من الطبيعي المشاورات هو سابلنا ومن الطبيعي إذا ما تمت هذه المشاورات تحت قبة البرلمان فأنا كرئيس للبرلمان من المفترض أن أرأسها هذه وجهة الرئيس بير وجهة نظر القوات مثلا إلى أنه كلمة مشاورات وكتب لها حوارات هي في حقيقة سابقة من وجهة نظر هذا الفريق وأيضا أنه يرأسها رئيس مجلس النواب أيضا سابقة هذه وجهة نظر بس هكي بدك تحل أنا أعتقد أنه الخلاف هون عم بسير لا أنا أعتقد أنه الفريق اللي هو يمثله القوات بيرى بأنه إذا ما ذهبنا إلى هذه النقاشات وكانت نتائجها مرضية لنا فيمكن أن نذهب ونتحدث بشكل أكثر تفصيلا ويمكن أن ننظر في مسألة اسمها ومسألة من يرأسها ومن يوجه الدعوة الآن نعمل على ما هو الهدف من المشاورات الرئيس بر فيه لقاءه مع لودريان ثم أعقابه ببيان وضح فيه بأنه هو ملتزم بأنه هذه المشاورات تفضي إلى لائحة تضم عدد من أسماء دا أول شيء بقى التزام واضح على الفريق الآخر عليه الآن أن يدرس هذا الأمر ورهل هذا مناسب له إن كان مناسب له نذهب إلى مرحلة أخرى والتحدث عن من يوجه الدعوة من يرأسه كلها أمور نعتقد نحن كخماسية أن لها مخرج ما تبقى أنتم كخماسية هل فعلا كما يقول البعض انتهى عمل الخماسية لا في الحقيقة أنا قلت هذا الكلام أكثر من مرة إنه العمل السياسي والديبلوماسي مستمر في بعض الأحيان بيجد بعض الصعوبات في بعض الأحيان بيجد لا الطريق مفتوح وبالتالي علينا كخماسية أن نمارس عملنا ونواجه بعض هذه العقبات هذا ليس التزام من سفراء الخماسية هذا التزام لدول خمس ترى في هذا الأمر أهمية بالغة يجب أن يتم التعامل معها بس أنت كحركة يعني هلأ بالمدى المنظور هل في على الأجندة تحرك معين يما فقط البياني اللي أصدرتوه من فترة ولا يوجد أي جديد على الساحة بالمدى المنظور قريب لا بالعكس إحنا كخماسية الآن بنتفاعل مع ما يأتينا من القوى السياسية القوى السياسية هو الاستكمالا لما قام به لدريان أخيرا في زيارته أنه عندما التقى بأخونا محمد رعد في الحقيقة أخذ منه قولا واضحا وصريحا ولدريان قال أنه هو فعلا يصدق هذا القول بأنه لا ربط بين ما يحدث في غزة والملف الرئاسي وهذا أمر ثابت وواضح وهو ما هذا أمر نظري بس على الأرض طبعا يبدو أنه مربوط دائما نحن كخماسية بنبحث عن الأقوال في حقيقة شيء مهم ومشجع إنما يجب أن تتبع هذه الأقوال تنفيذ على الأرض نعم طيب ساعة السفير قبل ما أتابع الحديث معك وأسألك عن الأسماء عن الخيار الثالث إذا أسمعت منه خيار ثالث عن موضوع أنه الكلام أنه لبنان السياسي سينتهي ولن يبقى سوى لبنان الجغرافي عن بعض الأراءة التي تقول أنه الرئاسي سترحل مش للألفين وخمسة وعشرين ربما ألفين وستة وعشرين مع مجلس نيابي جديد يعني خلاصة كل هذا الكلام اللي سمعتوه من الأفريقاء خليني انتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس مع السيدة رندا تقي الدين الصحفية والكاتبة السياسية سيدة رندا تقي الدين مساء الخير مساء الخير لألك ولأسعد السفير يعني شو بعد بدي أقول ألك كل شيء سعد السفير يعني أنا أنا مش قادرة أحكي أكتر لا سيدة رندا يعني حضرتك معروف عنك أنه دائما عندك مصادرك وعندك معطياتك ومعلوماتك من الدوائر الرسمية في باريس وظيفتها وعم بتقوم فيها على أكمل وجعك وحال أنت مش بحاجة لشهادات بس دائما ننظر لألك أنك مصدر للمعلومة الدقيقة سيدة رندا قيل أنها زيارة انتهت بالفشل وما في شيء إيجابي واسمع الكلام يلي صار لنا كذا الشهر عم نسمعه وما فيه تطور إيجابي بالوقت يلي مبارح مقالك في صحيفة النهار عكس إيجابيات وبناء على مصادر ومعطيات إذا ممكن اطلخصي لهذه الإيجابيات أو هذه المعطيات المتوافرة عندك يعني تأثرت قبل بوقت جورج بكلام سعد السفير لأنه للحقيقة مثل ما فهمت أنه الوزير لودريان لما شاف نايب محمد رعد كان طلع بانطباع إيجابي ليش انطباعه كان إيجابي؟ لأنه محمد رعد قاله أنه أنا مع الانتخاب بعدين محمد رعد ما ذكر اسم المرشح تبعه قاله لودريان على حسب ما بعرف يعني أنه لكان فيني أنا روح قول للمحاورين تبعولي أنه أنتوا مع الانتخاب يعني هايدي أولاً يمكن مؤشر شوي مشجع مش يعني منه سازج لودريان وزير خارجية سابق وزير دفاع سابق بيعرف يعني نعم لكن شعر أنه فيه إيجابية شوي بالنسبة للموقف يعني مثل ما قالك سعد السفير تماماً سعد السفير بيعرف أكتر مني أنا أنا مني ما تعشت مع لودريان فطلع بإيجابي بس حضرتك على تواصل مستمر مع الدوائر الرسمية هذا مهمتي يعني بس بس كمان أنه هو كان رايح على أساس خطة التنسيق مع الخمسئية هون هيك بيقولوا يعني أولاً وتانياً ما حداً كان منتظر بهالظروف معجزة ولكن إجا إذا بتتذكر ب13 و14 نيسان كان فيه الهجوم الإيراني على إسرائيل نعم وكان فيه انطباع عند خلفاء إسرائيل بالمنطقة نعم وكلاء إسرائيل بالمنطقة يعني منهم حزب الله أنه انتصار فضيع وأنه يعني هيدا بعزز قدرتهم على الانتصار بالنسبة لغزة نعم وفيه انطباع مش وكلاء إسرائيل في المنطقة بس حتى لا لا مش وكلاء إسرائيل عم بلك حلفاء إيران حلفاء إيران بالمنطقة نعم بس حتى نوضح يعني لا لا طبعاً لا نعم يعني الانطباع كان أنه حزب الله هلأ شاعر بقوة وبانتصار نعم والانطباع كمان أنه رابط حزب الله الرئاسي بغزة وغيرة كمان يعني تخفيف منع التصعيد وانتخاب الرئاسي كله مربوط بغزة هذا الانطباع السائد هون نعم هذا التحليل هون فرنسي نعم هلأ رئيس فرنسي بده يشوف بايدن بعد ثلاثة أيام يعني فيه نعم هيدا اللي بدي أسألك عنه بعد شوية عن قمة النورماندي بس قبل يعني حتى فيه معلومات متضاربة عن أجواء لقاء لودريان مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد يعني فيه معلومات بتقول مثل ما ذكرتك حضرتك أنه لم يذكر لم يأتي على ذكر اسم المرشح مرشح رئيس تيار المرض اسلامية فرنجية بالمقابل هناك معطيات تقول أنه لا محمد رعد أمام لودريان تماماً تمسك بترشيح سليمان الفرنجية أكثر من أي وقت مضى نسبة إلى ما يحصل في غزة وقال له أنه ما حصل في غزة يشعلنا نتشدد أكثر بالتمسك بمرشحنا طيب وين يعني المعلومة الدقيقة ساعتها لك أنا جارج معلومتي أنه ما ذكر له أبداً اسم المرشح تبعه هلأ إذا قال له أنه رابط بغزة واضح طبيعي يعني طبيعي لأنه كل شيء عم بيعمل حزب الله عم بيربط بغزة بس قال له أنه أنا مع الانتخاب وما جاءت بصيرة المرشح تبعه وما جاءت باسمه يعني وكان هيدا ملفت أنه ما حكى باسمه هيدا معلوماتي هلأ ما بفتكر أنه معلوماتي غلط يعني طيب ما هو المنتظر من قمة النورماندي يعني الرئيس ماكرون مش بالنورماندي القمة رح تكون ببريز نعم بالنورماندي في عشرين رئيس دولة جايين نعم الرئيس ماكرون عمله زيارة الدولة للرئيس بايدن هون يعني بيستقبله بالإليزة بالإليزة بيصير فيه محادثات بينه قمة هلأ الفرنسيين بيعولوا على دور مهم جدا بالنسبة للبنان بالنسبة لمنع التصعيد في لبنان بالنسبة للرئاسة وبيعتبروا أنه أمريكا عندها دور كتير مهم على قصة الرئاسة لأنه هني كمان بدون أنه يشير فيه انتخاب رئيس بلبنان لأنه بالنسبة لبايدن هيدا انتصار أنه يشير فيه منع التصعيد بلبنان والانتخاب الرئاسي للحملة الانتخابية تبعيته لأنه إذا كان كفت الحرب بغزة وقدر يوقف الحرب على لبنان بيكون يعني إنجاز لبايدن وأكيد ماكرون مهتم جدا يعني كان عنده ضيوف لبنانية باحتفال وسمعوا منه أنه رح أحكي عن لبنان مع الرئيس بايدن هلأ أكيد غزة ولبنان على الطاولة بين الرئيسان أساسا والدولة الفلسطينية والحل السلمي لأنه الفنسوية عم بيجربوا كمان يلعبوا دور على هذه بس أنه دورهم الأساسي على لبنان نعم طيب بالختام سيدة رندا تقي الدين نقل عن لودريان أنه لبنان السياسي سينتهي ولن يبقى سوى لبنان الجغرافي فيما لو استمرت هذه الأزمة ولم نتوسط إلى انتخاب رئيس ماذا يعني تحديدا هذا الكلام هل عندك معطيات أو أجواء لها علاقة بهذا الكلام وهذا الخوف الفرنسي على مصير لبنان يعني استاذ جورج صار لي أنا يمكن من 7 أكتوبر بسمع الفرنسيين خايفين جدا من احتمال هجوم إسرائيلي على لبنان متخوفين صراحة لأنه 17-01 ما لنا بنفذ ولا من جهة لبنان ولا من جهة إسرائيل اثنان ما بنفذوا 17-01 أولا تانيا لأنه الناس حين بشمال إسرائيل قالوا لهم الإسرائيلية نحنا بدنا نرجع بايلول ع بيوتنا وبتكن ترجعون لنا ع بيوتنا بايلول لأنه في المدارس بتبلش والإسرائيليين مبلغين الفرنسيين إنه نحنا منحلها إذا ما بتكون تحلوها بديبلوماسيا نحنا منعرف كيف نحلها إذن الفرنسيين متخوفين جدا من هالشغلة وبلغوا للوزير ابو حبيب لما إجا وزير الفرنسي قال له إنه مضبوط الوزير الإسرائيلي الوزير الخارجية اللي كان قبل بأسبوع ببريز قالوا نحنا مع الحل الدبلوماسي ولكن الفرنسيين بيعرفوا إنه الإسرائيل مقصومة يعني في عندك بالمجلس الحربي في ناس بدهم يحلوا مشكلة حساب الله عن طريق الحرب في ناس بدهم حل دبلوماسي فإذن يعني في خوف فرنسي أكيد على لبنان ونعم يلعب دور بهالقصة نعم طيب إذا خرج ماكرون ضعيفا من الانتخابات الأوروبية التي ستجري ويقال إنه هذا المرجح شو رح ينعكس هذا الأمر على الملف وعلى المنطقة وعلى لبنان؟ ولا شي ولا شي الانتخابات الأوروبية ما على تأثير على الانتخابات الرئاسية بفرنسا بحياتنا ما أثرت على الانتخابات الرئاسية بفرنسا يعني وضعه وضعه الرئيس ماكرون داخليا مش منيح ولكن هو رئيس وما تغير الرئيس يعني بعده حاكم الرئيس وحكومته ماشي مش مثل عنا بلبنان ما في رئيس ولا في حكومة ولا في ما بعجش شو يعني في مؤسسات اه ماشي اه مش مثل عنا ولما بتحكي عن لودريان أنه قال أنه متخوف اه متخوف أنه لبنان يصفر خلص المؤسسات وتخلص المؤسسات ويفرض البلد هلأ هو كمان بيحب التعبير يعني ساعة بيقلنا أنه رح نروح مثل تايتانيك ساعة يعني بيحب يعمل مثل صدمة حتى يقز العالم يقلون أنه تحركوا بلدكم عم بينات وأنتم بعدكم عم تتخانوا على أشياء بلا طعامي يعني نعم أنا بتشكرك سترندة تقي الدين على هذه الإطلال الليلة ضمن حلقتنا شكرا لألك وأهلا وسهلا فيك ساعة السفير اسمعنا سترندة تقي الدين قبل ما فوط على فاصل إعلاني السؤالي لألك هل هناك يعني بالمداولات أو بالعشائية اللي جمعكن هاي النقطة لإلعلاقة بالكلام اللي سمعوا من الحاج محمد رعد هل نقلكم ما له علاقة بالأسماء يعني بين معلومتين يعني بين أنه لم يأتي على ذكر الاستاذ سليمان فرنجية الحاج محمد رعد وبين أنه تمسك بترشيح سليمان فرنجية وما يجري في غزة يعني يجعل المقاومة أكثر تمسكا لا في الحقيقة ما نقلوا إلينا الوزير لودريان هو أنه لقاءه مع أخونا محمد رعد اقتصر فقط على مسألة الالتزام بعدم وجود ارتباط بين حرب غزة والملف الرئاسي وأيضا ما عبر له النقل محمد رعد عن أنه الحزب بيدعم مسألة المشاورات وأيضا فكرة رئاسة رئيس بيري لهذه المشاورات بس هو حزب الله ليش بده يقبل بغير سليمان فرنجية طالما أوراق القوة بإيده يعني الالف والسبعمائة واحد بإيده وإذا بده يصير فيه مفاوضات لها علاقة بموضوع الجنوب والالف والسبعمائة واحد بده تصير مع حزب الله طيب يعني هو يملك أوراق القوة ليش بده يتخلى عن مرشحه بالمنطق بمنطق الأمور إحنا عندنا وجهة نظر بأنه الجميع يمكن أن يخرج مرضيا من هذه المشاورات بمعنى لماذا نتحدث عن طرف فائز وطرف خاسر لا بالمنطق أنه المجتمع الدولي بحاجة لحزب الله بالنسبة لألف وسبعمائة واحد وبنسبة للترتيبات المقبلة نعم فيعني حزب الله عنده أوراق قوة بإيده ليش بده يتخلى عن مرشحه ليش بده يتخلى عن الوزير السبانجية أنا أعتقد أنه حزب الله والسناء الشيعي وقوة أخرى في المجتمع اللبناني في الحقيقة بتبحث عن رئيس لهم وصفات معينة يعني أنا معنى آخر أنه لا نستبعد أن هناك رئيس يرضي الأطراف جماعها وأنه يبحث عن مصلحة لبنان وليس بالضرورة موجها لطرف بعينه فيه هناك أسباق كثيرة وفيه في معادلات كثيرة ويمكن الترتيبات القادمة في الجنوب أيضا تطمئن حزب الله لوضعه الآن وفيه المستقبل يعني أعتقد أن هذه الأمور يمكن معالجتها هل لودريان تحدث عن كرس موضوع الخيار الثالث؟ يعني لا في الحقيقة مش لودريان يتحدث عن خيار الثالثة في الحقيقة الرئيس بيري هو يتحدث عندما ذكر فيه بيانه بأنه نخرب بقائمة من المرشحين إيه بأسماء أخرى إيه بأقائمة من المرشحين مش بالضرورة ما يكون فيها سليمان الفرنجية هذا الأمر يترك هذا ليس دور الخماسية ولا لودريان هذا في الحقيقة دور القوى السياسية إنما عندما يتحدث الرئيس بيري عن قائمة من المرشحين معناها أنه الباب مفتوح أمام التوافق على أكثر من مرشح أو مرشح واحد لكن هذا من المفترض أنه يرضي أطراف أخرى بقدر ما بحيث أن هي تطط تطمئن بأنه الهدف من المشاورات هو الحديث عن من هي الأسماء أو ما هو الإسم الذي يمكن أن يلبي طموح ورضاء الجميع وأعتقد دي شيء مهم يجب التأكيد عليه بعد الفاصل الإعلاني سعادة السفير بدأ أحكي معك عن في خطوات مقبلة لها علاقة بكتلة اللقاء الديمقراطي والأستاذ وليد جنبلاط رح يكون في جولة هل هي ضمن إطار التحرك الخماسي والاعتدال أم هو تحرك مكلف به من قبل لودريان وأيضا ماذا عن الوقت المستقطع يعني أنه لا أيمتا يعني كان في مهلة أنه خلال هذين الشهرين يعني وقته صدر بيان الخماسية انحكى عن آخر أيار أو عن حزيران فيبدو ما في شيء هلأ فماذا ينتظرنا بعد هذا الفاصل مباشرة نتبه هذا الحوار مع السفير المصري في لبنان على موسى ساعة السفير هناك من يعتبر أنه زيارة لودريان جهود كونكا خماسية كتلة الاعتدال هلأ التحرك الجنبلاطي المرتخب كل هذه الأمور تصب ضمن إطار الوقت المستقطع أو الوقت الضائع بين مزدوجين بانتظار تسوية للمنطقة كلها وأساس هذه التسوية أمريكا وإيران حضرتك الضليع في الأمور التسويات الإقليمية والدولية ومن موقعك رجل ديبلوماسي كيف تنظر إلى هذا الاعتبار؟ هل فعلا واشنطن وإيران هن اللي بيملكوا مفتاح الحل؟ وهل فعلا أنه إيران هي الطرف السادس في الخماسية يلي منه موجود ولكن ضروري وجوده تأيسير في حل؟ شوف يعني أنا طبعا عندي قناعة تهمة بأنه لا يوجد حراك لملء الفراغ الحراك في الحقيقة ما يحدث في لبنان في هذه الفترة هو حراك يهدف إلى أحداث شيء ما يمكن استغلاله أو البناء عليه لخطوات مستقبلية وبالتالي سواء كان حراك كتل تعتدال أو لقاء الديمقراطي دي أشياء في غاية الأهمية ومرحب بها خاصة عندما نتحدث عن حراك من خلال وليد دج جنبلات أتصور أنه هذا رجل يعني سياسي بارع ووازن وحركته في الحقيقة يمكن أن تؤدي إلى أشياء جيدة بس يعني لوين ممكن تؤدي إذا أنتوا كخماسي بتمثلوا دول خمسة كبيرة وإذا كتلت الاعتدالة اللي ما ضلت برمم برامطة وشفنا أنه ما في نتيجة ملموسة لا أنا أعتقد أنه فكرة التمهيد إلى المشاورات أعتقد أنها بدأت بالفعل بمعنى أنه هناك تواصل ما بين الأفريقاء ليه البحث عن نقاط الالتقاء يمكن البناء عليها هل يعول البعض على دوركم كسفراء بإقناع القوات اللبنانية أو الأطراف المعارضة لفكرة التشاور بأنه تأنعون توصلوا لمطرح تأنعون بالأمر أعتقد أن الخماسية حيكون لها دور هام جدا عندما نصل إلى مرحلة تكون فيها عدد من القوى السياسية في حاجة إلى الطمأنة أو الضمانة بمعنى أنه هناك التزام واضح من هذه القوى تجاه بعضها البعض لكن وهذا التزام يرضيهم لكن في نفس الوقت هم في حاجة إلى ضامن إلى تنفيذ هذه التزامات في هذه الحالة يمكن للخماسية إذا ما رأت أن هذه الاتزامات واضحة ومحددة يمكن أن تقدم هذه الدمانة وتسهل كثيرا وتصور هذه الدمانة قادمة في وقت مالة محالة عندما نصل إلى مرحلة دقيقة وهمة ومفصلية ماذا عن التسوية الأمريكية الإيرانية وأن عكاسها على لبنان هل هنا مفتاح الحل؟ لا طبعا ما يحدث في الإقليم شيء مهم للغاية وبيلقي بضراره على أشياء كثيرة ودول كثيرة في المنطقة من ضمنها لبنان وبالتالي عندما نقول بأنه هل الحرب في غزة تؤثر على الوضع في لبنان؟ طبعا بس هل الحرب في تغزة بتؤثر على دول أخرى؟ آه طبعا في حقيقة لبنان ليس خارج السياق أو حالة شازة بالعكس هناك دول كثيرة في المنطقة ما يحدث في غزة أسر عليها من ضمنها مصر ما يحدث في غزة يؤثر علي أمن مصر القومي وبالتالي عندما نجد هدنة في غزة آه أتصور ده حيلقي بضراره على الوضع في لبنان سواء في جنوب لبنان وده شيء وملف هامل لغاية أو على ملفات أخرى بحجم الملف الرئاسي شكرا بنقول أنه حركة الخماسية وحركة كل الأطراف اللي بتسعى إلى إحداث هذا الفارط أو هذه الانفراجة حركتهم مهمة لأن هناك لحظة ما سوف يتم استغلالها بالشكل المناسب لعل أو عسى هذه اللحظة تأتي اليوم أو غدا أو بعد غد لكن علينا أن نعمل وهذا في حقيقة ما نفعله حاليا ببيانكم الأخير البيان المشترك للسفراء الخماسية قلته أنه انتخاب رئيس هو ضروري أيضا لضمان وجود لبنان بفعالية في موقعه على طاولة المناقشات الإقليمية وكذلك لإبرام اتفاق ديبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية هذه نقطة أساسية في حال ما صار في هذا الانتخاب هل لبنان سيكون حقه ضائع أو سيكون ورقة للمساومة؟ لا طبعا حيكون أضعف من أنه يدافع عن حقوقه بمعنى أنه إذا أنت ترغب في الدفاع عن حقوقك فعليك أن تكون في حالة من حالات الاستقرار حالة من حالات التماسك حالة من حالات اللي بترسل رسالة إلى الآخر بأنه أنا هنا وحقي سوف أدافع عنه وأحصل عليه بس هي المشكلة أنه دايما عم بيكون فيه مين القبل يعني هناك من يقول أنه يجب أن يكون عنا رئيس جمهورية ليواكب التسوية في المنطقة رأي آخر يقول أنه التسوية ستنتج رئيس جمهورية يعني فإذا مين قبل؟ لا مين قبل لن تقول خماسية هذا مين قبل إنما إذا سألتنا بشكل مباشر ووضع ما هو الأولى الآن في الحقيقة عندي ملف حال اسمه ملف الرئاسي يجب أن أذهب إليه وأتعامل معه إذا ما واكبه أيضا الوضع في الجنوب ده شيء جيد للغاية إنما الوضع في الجنوب للأسف مرتبط بما يحدث فيه في غزة فعليه أن ينتظر ماذا تقول إليه الأوضاع في غزة إنما الملف الرئاسي علينا أن نتجاوز ما يحدث فيه غزة ونذهب إلى إحداث خرق فيه لأنه في الحقيقة وجود رئيس للبنان سيساهم كثيرا للبنان في الدفاع عن مصالحه في الترتيبات المستقبلية ومن ضمنها ما يحدث فيه الجنوب فلعله عصر أطراف تدرك هذا وتعلم بأنه هذا أفضل للجميع ماذا تقول حول النظرية التي نسمعها أن ملف الرئاسة حكما سيكون مرحل إلى العام 2025 لأنه في الانتخابات الأمريكية وفي إلى ما هناك لأستلام الإدارة الجديدة ثم هناك من يعتبر أن هذا المجلس النيابي قد لا يكون هو من سينتخب رئيس الجمهورية عم نسمع هيك كلام أنا في الحقيقة رهان خطير وخاطئ يعني أنا من يتحدث عن هذا في حقيقة عنده وجهة النظر وجهة الأولى بتقول أنه دعونا ننظر في مجلس نواب جديد يمكن أن بتركيبة جديدة يمكن أن تؤدي إلى إنتاج رئيس وده في حقيقة رهان وخاطئ لأنه لا يمتلك ما يمكن أن يحدث فيه المستقبل وهو رهان بمعنى كلمة رهان فعلا فيجب الابتعد عنه لأنه بيرهن على مصلحة الدولة بحجم لبنان هناك أيضا فريق بيقول أنه الانتخاب الرئيس الآن يستتبع بتعين رئيس الحكومة وتشكيل حكومة برنامج الحكومة وده سوف يصل إلى العام القادم وبالتالي سوف تكون الحكومة عمر بسيط من وقت تشكيلها إلى الانتخابات الستة وعشرين احنا بقول أنه هذي كلها افتراضات في حقيقة يجب أن لا نضحها نصب عيوننا ما نضعه نصب عيوننا كالبنانيين من المفترض أن يكون انتخاب الرئيس الآن ثم تعين رئيس الحكومة تسمية رئيس الحكومة وتشكيل حكومة فورا مش ندعها للشهور هاي دي الأمور سمعتوها حضرتكن من أطراف سياسيين بالبلد؟ لا في الحقيقة أنا لم أسمعها عشان بمنطل الأمان لم أسمعها من زعماء أو قادة سياسيين لهم وزنهم لا لم أسمعهم إنما بيتداول هذه الأفكار بنسمعها من بعض الأشخاص قد يكون يتم تدورها في وسائل الإعلام أو بالسالونات السياسية في بعض الأحيان وبالتالي علينا أنه إذا هذي الأفكار فيه مهدها لأنه في الحقيقة إذا ما أخذت زخم معين هيمثل خطورة جديدة على مستقبل لبنان وده يعود بنا إلى ما ذكرته أختنا رندا عن مسألة اللي أثرتها بشأن تصريحات لدريان أنه الانتهاء لبنان السياسي وبقاء لبنان الجغرافي فقط لم أستمع من لدريان إلى هذا التعبير يعني هذا التعبير لم يأتي على ذكره إدامكم لم أسمعه إنما في الحقيقة هو بيعكس تخوفنا جميعا من أنه استمراء البعض لحالة الفراغ السياسي يمكن أن تؤدي إلى شيء انحلال المؤسسة يعني توصف لبنان في فترة ما بأوصاف ليست طيبة علينا أن نبتعد عن هذا وندرك أن الآن الجميع بيبحث عن الانتهاء من هذا الملف بهدف استقرار لبنان علينا أن نختاني من الفرصة على الفرقاء السياسيين هم يبحثوا عن نقاط الالتقاء عن رغم من أن هي بسيطة لكن يمكن أن نعمل عليها وأن نعمل عليها بعد الفاصل الإعلاني أختم اللقاء معك سعاد السفير بالحديث عن غزة رفح الموقف المصري والجهود المصرية أيضا خطة بايدن وما أعلنه ومدى قابليته للنجاح بعد هذا الفاصل نعود إلى الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء مع سعاد السفير علاء موسى ماذا عن غزة ماذا عن مقترح بايدن لوقف الحرب على غزة كيف تنظرون أنتم الجانب المصري معنيون مباشرة بما يحدث كان في جهود للقاهرة كان في بحث عن هدنة عن وقف إطلاق نار عن كل هذه المرحلة اليوم بايدن عم بيحكي وعلى مقياس الزمن الانتخابي عنده يعني عم بيطرح هذا الأمر هل هذا المقترح وهذه الخطة قابلة للنجاح برأيك؟ شوف يعني طبعا ظهور الرئيس بايدن وتحدث عن خطة بملامحها وأن هي على ثلاث مراحل وتشمل أشياء كثيرة جدا منها أشياء ترضي الجانب الإسرائيلي وأشياء أخرى تتعامل مع الوضع في غزة وتحديدا يمكن المرحلة الثالثة وما هي ما يسمى بعادة الأعمار شيء لافت ومهم وأيضا صدور بيان ثلاثي من مصر وقاطر الولايات المتحدة بيحث الأطراف على القبول بالأفكار الوردة في موضع الرئيس بايدن في الحقيقة شيء أيضا يجب الالتفاة ليه بشكل يعني مهم لأنه هذا التوقيت بالذات ده بيعكس على أنه الأطراف الوسطاء وصلوا إلى نتيجة بأنه لابد من وقف هذه الحرب الآن قبل غدا في غزة وأنه هذه الأطراف الثلاثة عندها قناعة بأن المحتوى المبادرة يمكن التعامل معاه والبناء عليه ده كله في الحقيقة من المفترض أنه هو لم يأتي من فراغ يعني هذا المقترح أو الأفكار اللي جاية من رئيس بايدن أتت من شهور طويلة من المفاوضات شاركت فيها مصر وقاطر والولايات المتحدة ويمكن الغريب أنه ما عرضاه الرئيس بايدن لا يختلف كثيرا عن المقترح المصري الأخير اللي في نهاية الأمر رفضته إسرائيل لما قد يكون مقترح بايدن في بعض ما الذي يضمن أنه ما ترجع إسرائيل ترفض أو تنقلب على هذا الأمر وهون حذر بايدن بزيادة مخاطر عزلة إسرائيل عن العالم طيب شو قادر يعمل بالوقت كل هذه الفترة عطول الدعم الأمريكي موجود لإسرائيل والغطاء الأمريكي موجود نحن بقول المرة دي الوضع مختلف ليه لأنه الولايات المتحدة ليس لديها فصحة كبيرة من الوقت ليه ممارسة ضغوط لأنه علي أن يلتفت إلى استحقاق أكبر من وجه نظره وهو الانتخابات الرئاسية ثم أنه هذا المقترح اللي طرحه الرئيس بايدن في كلماته مبني في الأساس على ما وصل إليه من إسرائيل يعني هو مقترح في أساسه من إسرائيل وبالتالي إذا ما رفضته إسرائيل سيمثل مشكلة كبيرة جدا وننتظر من الولايات المتحدة كيف تتعامل خاصة وأنه البيت الأبيض وجون كيربي المتحذر اسم المجلس ابن القومي تحدث عن أنه هو في انتظار أنه حماس توافق على المقترح يعني هو رحب بأنه حماس أبدأ إيجابية أو التعامل بإيجابية مع المقترح إنما هو منتظر رد رسمي معناها أنه يعطي للطرف الآخر أو للمشاهد أو المستمع أنه الطرف الإسرائيلي موافق على هذا المضمون وهو بالانتظار حماس وبالتالي ننتظر في الأيام القادمة النهاردة في مجلس حرب في الحكومة الإسرائيلية نرى إلينا يذهب أنا تقديري بأنه ما يصدر عن الجانب الإسرائيلي في بعض الأحيان من مزايدات في حقيقة لاي علاقة أكتر بالداخل الإسرائيلي من التعامل مع المبادرة لكن يمكن الـ 48 الساعة القادمة تحمل معها ستكون فارقة أنا أبدأ شكرك ساعة السفير علاء موسى على هذه الإطلالة الليلية اللي كانت إطلالة لها علاقة بيئة الملف الرئاسي اللبناني جهود الخماسية نتائج زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان وأيضا موضوع غزة والحرب في غزة شكرا لألك أهلا وسهلا فيك شكرا مشاهدين الكرام شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة نعود لنلتقي من جديد الأحد المقبل إلى اللقاء موسيقى شكرا للمشاهدين الكرام شكرا للمشاهدين الكرام